السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعني عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بن تابي بكر هذه الأمور وأشباهها هي التي جعلت هارون العباسي لعنه الله يأمر باعتقال الإمام عليه السلام وإداعه السجن ومن ثم تصفيته ما هي حجته في ذلك حجته هي كحجة كل حكومة معادية لنا اليوم كل فئة معادية لنا اليوم نفس الحجة نفس المنطق فيمكن لنا أن نطلق على هؤلاء سواء كانوا حكومات أو تيارات نقول الحكومات والتيارات الهارونية العباسية نفس المنطق تتخذ ما هو هذا المنطق أريدك أن تستمع إليه وتنتبه هذا المنطق جاء في رواية رواها الصدوق عليه الرحمة في كتابه الشهير عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه في المجلد الأول الصفحة 73 عن إبراهيم بن أبي البلاد قال كان يعقوب بن داود يخبرني أنه قد قال بالإمامة يعقوب بن داود هذا على ما يبدو أحد من كان يعمل في ركاب السلطة السلطة العباسية تشيع اهتدى بحمد الله فصار سبيله كسبيل علي بن يقطين رحمه الله الذي كان وزيرا لهارون لكنه كان متشيعا ومخلصا للإمام عليه السلام إبراهيم بن أبي البلاد يقول كان يعقوب بن داود هذا يخبرني أنه قد قال بالإمامة فدخلت عليه بالمدينة في الليلة التي أخذ فيها موسى بن جعفر عليهم السلام ليلة اعتقال الإمام عفوا في الليلة التي أخذ فيها موسى بن جعفر في صبيحتها يعني الليلة اللي في صبيحتها في اليوم التالي يعتقل الإمام عليه السلام يقول أنا زرت هذا داود عفوا يعقوب بن داود فقال لي كنت عند الوزير الساعة يعني يحيى بن خالد هذا الوزير الآخر لهارون يحيى بن خالد البرمكي معروف يقول فحدثني أنه سمع الرشيد يقول عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله كالمخاطب له هذه شهادة سرية هذا الوزير كان إلى جانب هارون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في تلك الليلة وهارون يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله شوف المنطق إني أعتذر إليك من أمر قد عزمت عليه فإني أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه لأني قد خشيت أن يلقي بين أمتك حربا تسفك فيها دماؤهم يأتي معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا راح أسجن ولدك موسى بن جعفر عليهما السلام ليش ما هو المبرر شنو التهمة يقول أخشى أنه يحدث الفتنة في أمتك يا رسول الله وتسفك دماؤهم بسبب ذلك هاي المواجهات هاي اللي الآن صارت اسأل نفسك بالله عليك لو أن الإمام الكاظم ما قال ما كتب وثيقة تاريخية هذه ما كتب فيها لعلي بن سويد السائي أن أبا بكر وعمر كانا خداعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى دار المقام لو هذا ما فعله الإمام ولو الأم الذين قبله والذين بعده ما صدرت منهم أي تصريحات فيها رفض أو إدانة لأبي بكر وعمر أكان الشيعة سيحملون أو سيرثون هذا البغض لهؤلاء كلا كان حينئذ ستقع سيقع شيء من المواجهات ما بين الطائفتين كلا كانت الأمة ستنسجم لماذا لم يفعلها إما ذلك ما فعلوا ذلك لأن معناه ذبح الحق ودفنه سيصبح أبو بكر وعمر مورد إجماع هذه الأمة فيقتدى بهما إلى الأبد ومعنى ذلك ما هو هدم دين محمد صلى الله عليه وآله إبطال شريعتي تحويل البدعة كصلاة التراويح إلى سنة وتحويل السنة كتصطيح القبور مثلا والتختم باليمين إلى بدعة كتسنيم القبور والتختم بالشمال مثلا هدم الدين المطلوب هو الفرز بحيث ألا نتبع المضلين والمنافقين والخدّاعين الذين خدعوا هذه الأمة بدموع هنا أو هناك يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أعتذر إليك من أمر قد عزمت عليه فإني أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه لأني قد خشيت أن يلقي بين أمتك حربا تسفك فيها دماؤهم وأنا أحسب أنه سيأخذه غدا هذا الكلام من الراوي الآن يقول أنه وأنا أحسب أن هارون لعنه الله سيأخذ موسى بن جعفر عليه السلام غدا في صبيحة ذلك اليوم فلما كان من الغد أرسل إليه الفضل بن الربيع خادمه ووزيره وهو قائم يصلي في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الإمام الكاظم كان واقفا يصلي في مقام النبي صلى الله عليه وآله في الروضة الشريفة فأمر بالقبض عليه وحبسه حتى ما سمحوا له بأن يتم صلاته قطعوا عليه صلاته وجروه وكان يتمتم قائلا إليك أشكو يا رسول الله اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعلت فلك الحمد بدأت مأساة موسى بن جعفر الكاظر ترجمة نانسي قنقر